أما هي علم وتقنية التوجيه للمركبات للصفن للطائرات أي أن كان للانتقال من مكان إلى آخر أما الملاحة الرياضية هي فن التوجه للانتقال من نقطة لنقطة وأكثر على شريحة محددة مسبقا من الأرض بنسميها الخريطة شرطين أساسيين عدم استخدام وسيلة تقنية ونعني بها تحديدا الجي بي اس ومشابه بأشكاله الثانية الأمن والسلامة وهي بالفعل هي رياضة عسكرية في الأساس بتمثل أحد أهم مهارات الفرد المقاتل في كل جيوش العالم قديما قبل اختراع جي بي اس ومشابه كانت القوات بتتحرك على مصلح العاملات في الجبهة البصلة والقريطة والمعالم الطبيعية والصناعية وما إلى ذلك نظرا لأهمية هذه المهارة كل جيوش العالم عملت لها فرق ومنتخبات وبطولات كانت ولا تزال تنظم حتى الآن بطولة السيزم بتمارس فيها الملاحة البرية بلغتنا كعسكريين الملاحة البرية هي لعبة قد تبدو أن هي جديدة لكنها جديدة قديمة بل بالعكس عريقة في مصر قديمة عسكريا جديدة مدنيا مدنيا وفي مصر حديثة يمكن في نهايات عام 2016 بتأسس التحول مصري بلاحة رياضية ولكن بتمرس في مصر منذ قدم الأزل في نهايات القرن قرن المنقضي دول الإسكندنافية تعدادهم صغير فبالكاد عملوا منتخب عسكري لللعبة الملاحة البرية منتخب عسكري عاوزين مجموعة تتدرب مع هذا المنتخب ترفع من مستوى الفني أقرب جملة حركية لجملة الحركية بتاعة الملاحة البرية هم لعيب ألعاب القوى الجاري المسافات المتوسطة والطويل دمجوهم في معسكري التدريب مشتركة 1886 1919 الموضوع عراق قوي للمدنيين وقال لا إحنا هننافس العسكريين في رياضتهم وأقيمت أول بطولة مشتركة مدنيين وعسكريين للملاحة 1923 23 استقل المدنيين باللعبة وسموها الملاحة الرياضية ترجمة نانسي قنقر